المجلس الانتقالي الجنوبي يحيي الذكرى الثامنة لمجزرة دار سعد في العاصمة عدن تظاهرة حاشدة في المغافر تنديدا بتهون امن تعز في القبض على قتلة ميثاق العردي وافتتاح مكتب حماية الاسرة للتغامل مع قضايا النساء بشرطتي المغلة وخور مكسر في العاصمة عدن تمكنت القوات الجنوبية من التصدي لمحاولة تسلل فاشلة من قبل ميليشيات الحوثي في جبهة الحد يافع الحدودية واكد مصدر عسكريون ان وحدت من القوات الجنوبية بالقطاع الثالث بجبهة الحد بيافع خاضت اشتباكات عنيفة مع الميليشيات استخدمت فيها جميع انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة واضاف المصدر ان القوات الجنوبية قامت بشن عملية نوغية خاطفة تمكنت خلالها من الرد على اعتداءات الميليشيات الحوثية والتسلل الى احد مواقعها واستهدافها وتحقيق اصابات مباشرة في عناصرها اطلعنا برئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي على سير العمل في الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية وذلك خلال لقائه كل من مدير الشركة ومدير دائرة التعدين وتطرق اللقاء الى التحضيرات التي تجريها الشركة لعقد ورشة العمل الترويجية للتعدين حيث تشدد الزبيدي على اهمية دعوة ذوي الخبر والاختصاص للمشاركة في هذه الورشة وشرح الفرص والمميزات الاستثمارية المتوفرة في هذا القطاع وتقديم كافة التسهيلات للراغبين في الاستثمار فيه اكدت المؤسسة العامة لكهرباء عدن عودة كافة محطات الطاقة المؤجرة للخدمة وذلك بعد استجابة ملك المحطات لدعوة قيارة وزارة الكهرباء والطاقة والسلطة المحلية للعاصمة عدن بعطاء مهلة اضافية للجهات المعنية بصرف مستحقاتهم المالية وثمنت المؤسسة استجابة تملك المحطات وتقديرهم للوضع الحرج جراء ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي اثر خروج الطاقة المؤجرة عن الخدمة واكدت مؤسسة الكهرباء عدن بانه يجري خفض ساعات الانقطاع بعد عودة توليد المؤجر لتحقيق السقرار النسبي للخدمة اقام مكتب الشهداء والجرحة في مدرية دار سعد بعضا فعالية الذكرى الثامنة للمجزرة الدموية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق ابناء دار سعد في حرب 2015 الفعالية شهدت فقرات عدة اظهرت دور ابناء دار سعد في التصدي للميليشيات الحوثية برعاية السلطة المحلية وبالتنسيق مع المجلس الانتقالي في مديرية دار سعد لنضم مكتب الشهداء والجرحة ومكتب الثقافة فعالية الذكرى الثامنة لمجزرة دار سعد الدموية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الارهابية بحق ابناء دار سعد ايام عيد الاضحى المبارك في حرب 2015 احتفل اليوم بالذكرى الثامنة المجزرة العليمة التي حدثت في ايام عيد الفطر المبارك في مديرية دار سعد تلك المجزرة التي نفذتها قوات الحوثة والتي كانت بمثابة مجزرة حرب حقيقية راح خلال هذه المجزرة غارب 125 شهيد وجريح الفعالية تضمنت فقرات عدة كما تم عرض فيلم وثائقي ابرز المجزرة المروعة التي ارتكبت بحق ابناء المديرية يوم عيد الاضحى المبارك والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين العزل بينهم نساء واطفال هذه المديرية التي هي بواجهة محافظة عدن طلت صامدة طبعا بمساعدة الاخوان في الامارات العربية المتحدة بمساعدة الامارات المتحدة تمت جلاء او طرد الحوثة مع العباشيين خلال فترة وجيزة من محافظة عدن تلاحم الشباب المقاومة مع الاخوان في الامارات العربية المتحدة المجزرة الاليمة التي ارتكبت بحق ابناء دار سعد راح ضحيتها قرابة مئة وعشرين جهيدا وجريحا وتأتي هذه الفعالية تخليدا للدور الكبير الذي قدمته المديرية كونها البوابة الشمالية لعدن في حربها مع الميليشيات الحوثية صالح حنش الغد المشرق عدن ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية العميد طارق صالح اجتماعا موسعا في مدينة المخى ضم قيادة السلطة المحلية وقيادة فروع الاحزاب والتنظيمات السياسية بمحافظة تعز أكد العميد طارق أن استكمال تحرير تعز يعد أولوية في سياق المعركات الوطنية قطابنا وتوعيتنا لأفرادنا باتجاه العدو مش باتجاه بعضاتنا البعض ونعود نستجر أزمات الماضي و2011 وكل واحد يحمل الثاني مسؤولية سقوط الدولة وكذا اللي حصل قد حصل كيف نواجهه كيف نعد برامج كيف نعد خطط لاستعادة مناطق الغير محررة كيف نوصل لصنعة بدون وصولنا إلى صنعة كل الكلام هذا ما باش حتى لو حررنا تعز تعز هي نواه لتحرير صنعة هي الانطلاقة تحرير صنعة بدون تحرير تعز لن تتحرير صنعة أنا أقول لكم جابت مسيرة جماهرية شارك فيها المئات من المواطنين منطقة البيرين في مدرية المعافر جنوبية تعز وندد المشاركون في المسيرة بالجريمة الشنعاء المرتكبة بحق الشهيدة ميثاق في منطقة الأعرود بريف تعز الغربي في تظاهرة جماهرية جابت منطقة البيرين بمدرية المعافر جنوبية تعز للمطالبة بملاحقة وضبط الجنات في قضية ومقتل الشهيدة ميثاق ندد المئات من المحتجين خلال التظاهرة بالجريمة الشرعاء التي ارتكبت بحق الشهيدة ميثاق كما نددوا بالتزامن أيضا باغتيال ومقتل رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي الذي قتل هو الآخر قبل أيام بمدينة التربة على أيدي عناصر إجرامية ندد اليوم احتجاجا على مقتل الأخ ميثاق محمد سعيد العلدي ونطالب بضبط الجناع الذين قتلوها غدرا في منزلها ولاذوا بالفرار وهم الآن يحتمون تحت أيدي متنفذين في المنطقة وتحت أيدي قيادات عسكرية ترفض سليمهم للعدالة بينما قصة ميثاق تم قتلها ودفنها بعمر من نيابة المعافر بغرض دفن القضيتي وقمسها المحتجون في التظاهرة هتف لا للإرهاب وشيطنة ريف التعز وتغذية المنطقة بالصراعات الجانبية والبينية والقتل خارج القانون إذ يعتبر المحتجون مقتل ميثاق وحميد هو اغتيال للمجتمع والإنسانية بل إرهاب حد تعبيرهم ويجب التصدي له لإنصاف الضحايا ندين اغتيال مدير مكتب الغداء العالمي في تعز مؤيد حميدتي ونستنكر هذه القريمة الشنعاء وكما ندين مقتل الشهيدة ميثاق محمد سعيد العردي في منزلها وهي تعد وقبة الفطور لأطفالها الشهيدة ميثاق محمد سعيد العردي التي قتلت في منزلها بدم بارد أمام أطفالها وفي التظاهرة لوح المحتجون باستمرار التصعيد الشعبي إلى أن يتم الضبط الجنة في قضية ومقتل الشهيدة ميثاق ومحاكمتهم مطالبين بالتزامن أيضا بمكاشفة الرأي العام فيما يتعلق بقضية ومقتل رئيس فريق برنامج الغداء العالمي حميدي والكشف عن القتلة بالاسم بل ومحاكمتهم لتحقيق العدالة ناقش رئيس الوزراء معين عبد الملك مع هيئة التشاور المصالح نتائج تحركاتها ولقاءتها مع سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة ولفت رئيس الوزراء إلى الدور الهام المعول على هيئة التشاور المصالح في توحيد الرؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة للالتفاف حول هدف استعادة الدولة بدورهم أكد رئيس ونواب الهيئة طلاعهم بمهامهم في تهيئة الظروف المناسبة لسكمال استحقيقات المرحلة الانتقالية افتتح مدير عام دارة يمن العاصمة عدن اللوام طهر الشعيبي مكتب الشرطة النسائية للتعاون مع قضايا النساء بشرطتي المعلى وخور مكسر المزيد في هذا التقرير في خطوة تهدف لتعزيز دور المرأة الأمنية وإشراكها بالنشاط المجتمعي افتتح مدير عام أمن محافظة عدن اللواء مطهر الشعيبي مكتبين للشرطة النسائية في مديريتي المعلى وخور مكسر لحل النزاعات الأسرية ومكافحة جميع أشكال العنف الأسري والقضايا التي تمس الأطفال المرأة كانت تصل أحيانا تستحي من أنها تبلغ إلى الشرطة لأنها تجيء أمام رجال في هذا كانت أحيانا تحجم عن أنها تجيء تبلغ الآن ممكن تجيء تبلغ إلى الشرطة النسائية وشرطة النسائية تقوم بدورها في المركز هذا الافتتاح يأتي بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في إطار مشروع دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول للعدالة الممول من قبل الحكومة الهولندية وبالتعاون مع قيادة وزارة الداخلية وإدارة أمن عدن لتحقيق مفهوم الأمن الشامل لخدمة المجتمع نحن عملنا كلها خاصة من النساء والأطفال النساء المتعنفات من أزواجهم من أخ قال حرما بحرما يعني مشاكل يقول لنا نحن لوديها وده في قضية متعودة يعني كده ممكن نحن للنيابة تعزيز قدرات منتسبات الشرطة النسائية وتزويدهم بالمهارات والآليات تمكنهم من استقبال البلاغات والتعامل مع حالات العنف بطرق نأت راعي فيها القوانين وعادات المجتمع وهي خطوة كبيرة نحو تقدم عمل الشرطة ما يؤثر إيجابيا في العمل الأمني ككل نشر متواصلة وفيها بعض فاصل قصير اختتم دورة تدريبية للعالميين في حضر موض بشان تأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي اهلا بكم من جديد اختتمت في مدينة المكلة الدورة التدريبية الخاصة للعالميين والصحفيين بحضر موض بشان طرق تأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والمسؤولية القانونية في جرائم النشر برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللوافرج البحسني اختتمت في مدينة المكلة الدورة التدريبية الخاصة للعالميين والصحفيين حول طرق تأمين حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي والمسؤولية القانونية في جرائم النشر هذه الدورة تأتي بالتعاون مع الادارة الاعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة حضر موت نحن في هذه الدورة حرصنا على نستهدف الصحفيين والاعلاميين في مدينة المكلة ومحافظة حضر موت لان حساباتهم قد تتعرض للابتزاز والتهكير والاختراق ثلاثون صحفيا وإعلاميا من العاملين في وسائل الإعلام المختلفة استهدفتهم هذه الدورة جرى تدريبهم على طرق تأمين حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل مع الهاكر إضافة لطرق عملية في الحماية الرقمية تطرقنا إلى التطبيقات عملية وإلى تطبيق من قبل المشاركين في الدورة طبعا الدورة آتت موجهة للصحفين والصحفين بالذات لأن أغلب الصحفين يعني يواجهون مشاكل في تأمين حساباتهم خصوصا يكونوا مستهدفين بسبب عملهم في الجانب الصحفي والجانب الحقوقي كانت الدورة جميلة استبدنا منها كيفية حماية الحسابات التواصل الاجتماعي عرفنا كيف التحقق من حماية الحسابات مثل الفيسبوك والواتساب كيف تعرفنا برضو على البرامج الهاكر من الروابط والمقاطع والملفات وأيضا الأرقام الوهمية التي تتصل كيف يتم تجنبها تأتي هذه الدورة ضمن برامج وأنشطة نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين في حضر موت وتهدف إلى حماية المستهدفين وزيادة الوعي لديهم بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي لقناة الغد المشرق محسن بالبحيث المكلة أما الآن ننتقل إلى أخبار الرياضة صحبت في مقر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كولا لنبور قرأة الدور الثاني من التصفية الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027 وإسفرت عن مجموعات متبينة وسيلعب منتخب اليمن مع منتخب سيرلانكا في الدور الأول من التصفية المؤهلة حيث سيتوجد المنتخب المتاهل من هذه المباراة في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين بالإضافة إلى المنتخب المتأهل من مباراة نيبال والعوس أعلن ميلان الإيطالي عن ضم نيجيري تشوكويزي القادم من صفوف ياريال الإسباني ووقع نيجيري مع ميلان عقدا يمتد حتى 30 من يونيو لعام 2028 وانضمت تشوكويزي إلى ناشئي فياريال في 2017 وصعد للفريق الأول بعد عام واحد وخاض مئتين وسبع مباريات سجل خلالها 37 هدفا وأتوج معه بالدور الأوروبي نهاية النشر وهذا تذكير بأبرز العنوين المجلس الانتقالي الجنوبي يحيي الذكر الثامنة لمجزرة دار سعد في الغاصمة عدن تظاهرة حاشدة في المغافر تنديدا بتهون أم تعز في القبض على قتلة ميثاق العردي وافتتاح مكتب حماية الأسر للتعامل مع قضايا النساء بشرطتي المهلة وخور مكسر في العاصمة عدن اشتركوا في القناة